في خبر النهاردة نقريته والخبر الحقيقي انا انا فهمه يعني مش عادر اقول لكم مش فهمه بس مش فهم ليه ومش قادر اعرف ده الخبر رقم كام اللي اقرأه في تاريخي الاعلامي بهذا المطمون وهذا المعنى وهذا النص وتقريبا بهذه النتيجة اللي هي ولا حاجة اسمعوا الخبر اقوله لكم زي ما انا كنت بقرأ الخبر ده وانا لسه في بداياتي كده مزيع سغنون حليوة كده عندي 25 سنة 24 سنة في قناة الليل الاخبار سنة 96 ولا 97 اصدر احمد عيسى وزير السياحة والاثار قرارا وزاريا بتشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والاثار تختص اللجنة ببناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر وكذلك البرامج والاليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الاهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقا لرؤية عام 20-30 وتضم اللجنة في عضويتها الرئيسة للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورؤساء كل من المجلس ادارة الاتحاد المصري لغرف السياحية كتير 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 بالاضافة الى الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في جمهورية مصر العربية انتهت نشرة الاخبار انتهت نشرة الاخبار بس بقى يعمل حاج بس انتهت نشرة الاخبار والحقيقة ان انا قررت الخبر ده سنة 97 هو هو مع اختلاف الاسماء مش فاكر سيد وزير السياحة كان اسمه اعتركت فؤاد سلطان ولا كان بعديل ملتاجي مش فاكر وانا عايز اعرف دي اللجنة رقم كام وانا بكلمه هو السيد وزير السياحة والله ما عرفه يعني ما عرفوش عن المستوى الشخصي له مني كل الاحترام والتقدير بس انا عايز اعرف يا معالي وزير السياحة دي اللجنة رقم كام التي تشكل لتطوير السياحة وتنشيط السياحة ونهضة السياحة وتسويق السياحة وصناعة السياحة ونفخ في السياحة واي حاجة لها علاقة بالسياحة دي اللجنة رقم كامل تشكل في عمرنا وماشفناش حاجة مختلفة يا جماعة واشنا بتعلمناش ان اللجان لا تصنع شيئا طول العمر ده طول العمر ده ما تعلمتوش انا هنا بتكلم السياحة وغير السياحة بقى طول عمركم ما تعلمتوش في الجهاز الاداري للدولة ان كلمة شكل لجنة معناها ان الموضوع راح في دهية موضوع الموضوع مات لما تعب احب تشوي الموضوع عشان كله لجنة واللجنة ينبثق عنها لجنة ما تعلمناش البنقراطية والروتين اللي في الجهاز الاداري للدولة اللي من مش عارف كام سنة 40 سنة 50 سنة ده ده العنوان الرئيسي اما تحب تروح لحية الفشل شكل لجنة لو عايز تنجح خد قرار وانت قاعد خد قرار وانت قاعد نعمل كذا سياسة كذا افكار كذا مبادرات كا وإحنا عاديد لكن شكل لجنة واللجنة هتجتمع ونقعد نشوف الافكار والافكار تنتم بمقشتها وبعد نشوف التوصيات والتوصيات ترفع لللجنة الاعلى واللجنة بعدك ترفع للسيد الوزير والسيد الوزير يلاقشها شكرا شكرا هذه وسيلة يعني تجاوزها الزمن تجاوزها وياجب ان احنا نتجاوزها وبعدين دي رقم كام يعني انتوا لو فتحتوا انا متأكد لو دورتوا شوية بس في الادراج عندكم يا وزارة السياحة هتلاقوا توصيات قد كده للجن قد كده انعقدت في سنين قد كده هتلاقوا توصيات قد كده للجن قد كده انعقدت في سنين قد كده مش فاكر من 20 سنة و3 سنة اللي احنا من ساعتها بنقول نفس الكلام ان احنا عندنا مقاومات سياحية كويسة وعندنا اثار سياحية كويسة وعندنا مش عارف ايه الفضل بقى ان احنا نحسن استثمارها ونعمل صناعة سياحة مش مجرد بس سائح يجي مش عارف كده طب محتاجين الناس تفاق نفس الكلام بيتكرر طب و ايه كل التوصيات اللي فاتت وكل اللي جاد اللي فاتت قاعدت وشربت الشاي وابضت بدل قاعدة وبدل انتقال وبدل لجنة وما طلعتش بحاجة طب الكينات الاصلا موجودة دلوقتي ما احنا عندنا وزارة السياحة نفسها هي الوزارة السياحة دي محتاجة لجنة ما انتو عندكو ادارات واقسام باسم الله مش الله تسد عين الشمس وعندكو هيئة تنشيط السياحة وعندكو خبراء كتير وعندكو غرفة السياحة تتعاملوا معاها وعندكو التحدي اللي مش عارف ايه السياحية وفيه المجلس الاعلى للسياحة كمان اللي شكله السيد الرئيس مجلس الاعلى للسياحة برئاسة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والوزرات كلها كل الهيئات واللي جنة مش كفاية عشان نيجي النهاردة نشكل لجنة جديدة تبتلي تبص لنا في كيفية تنشيط السياحة او تسويق السياحة او صناعة السياحة انا محلش انفعلت بس اصلا الموضوع بتاع السياحة ده بالذات جاي عالجرحة اوي لانه الملف ده لوحده يقوم البلد لوحده يقوم البلد زي ما ملف السياحة واقتصاد السياحة وعوائد السياحة مقومة بلاد زي اسبانيا وتركيا وفرنسا اللي هي السياحة فيها ما عندهمش مقاومات زي اللي عندنا وعندهم سياحة ترانزيد بس بتدخلهم 70-80 مليون ساعر في السنة وحنا لسه النهاردة بلد الاهرامات والاثار والطبيعة والمناق ومتحف الحضرات والمتحف الكبير وكذا لسه عن شكل لجنة هدفها تختصب ونقشة الاستراتيجيات العامة لتنشيط السياحة لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله اشتركوا في القناة